بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على سيدنا وسندنا وحبنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومولاه في مبدأ كل أمر ومنتهى من الأشياء المهمة التي تورث الود وتنشر المحبة والترابط بين الناس وبعضهم البعض المسارعة إلى الخيرات والمسارعة من السرعة والتي هي ضد البطء والمسارعة إلى الخيرات منهج نبوي سار عليه الأنبياء إلى آخر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد حثنا القرآن الكريم على المسارعة إلى الخيرات في غير موضع فقال ربنا تبارك وتعالى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا قال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اُرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَالَ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مَنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةِ عَرُّهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَةِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أقفوا عند هذا الملمح المسارعة إلى الخيرات بعد اقتراف الذنوب والوقوع في الخطايا والسيئات نفر إليك منا فاعفو عنا فنحن الناقصون إلى كمالك وتخجلنا المعاصي حين ندعو وتطمعنا صفاتك في سؤالك وتخفى همهمات النفس فينا وتعلم أنت ما يخفى هنالك سترتع عيوبنا حتى استحينا وخاطبت العبادة على جلالك اذهب إلى ربك سبحانه وتعالى وتقرب إليه بأي خبيئة وبأي طاعة من باب إن الحسنات يذهبنا السيئات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها سابق سابق إلى مغفرة من ربكم وجنة إذن المسارعة أمر إلهي وخطاب نبوي وسعي إنساني جاء به المصطفى وكفى سارع النبي في حاجات الناس وبين في سنته العطرة ما يبين أو ما يوصل الرسالة أسعد الناس من أسعد الناس وخير الناس من سار في قضاء حوائج الناس والسعي في قضاء حوائج الناس هو من الخبيئة التي تأخذ الإنسان إلى صناعة السعادة وإلى الارتقاء بالنفس فيسمو ويرتقي إلى أن يصل إلى هدوء وسكينة وطمأنينة وسعادة يصنعها بالابتسامة التي يرسمها في قلوب ووجدان البشر وما عبد الله تعالى بشيء أحب إليه من جبر الخواطر وجبر الخواطر أفضل من كسر القلوب وإذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن إماطة الأذى عن الطريق صدقه فإماطة الأذى عن القلوب أولى وأكثر وأصدق ومن هنا خرج النبي من صلاته في يوم من الأيام مسرعة إلى أن ذهب إلى حجرة من حجر نسائه فتعجب الناس من سرعته فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم وجد الناس ينظرون إليه وقد اندهشوا من سرعته فأخبرهم قال تذكرت شيئا من تبر فأردت أن لا أسأل فيه أو أن أقتسمه أي أن المصطفى صلى الله عليه وسلم تذكر أن في بيته طعام فذهب ليأمر بقسمته على الفقراء وعلى المحتاجين كان صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ومن هنا امنح وأعطي وأنفق لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرى يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بقير فإن الفارج الله الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الصانع الله وإذا ابتليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله اللهم يا عالم السر منا لا تكشف استطر عنا وعافنا وعفو عنا وكلنا حيث كنا يا رب المشعر الحرام ورب الركن والمقام أبلغ حبيبك المصطفى منا ومن أحبابنا ومن ذوينا السلام يا عالم لا يعلم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسبله